اشتركوا في القناة ورح يستمر في هاي المنزلة اللي هي يعني بتصلح للمحبة الخير القبول يعني منزلة ممتازة جدا ورح يمكت فيها لغاية الساعة سبعة واثنين وثلاثين دقيقة مساء من مساء يوم الثلاثاء يعني بتوقيت جرينيتش بعدها بدو ينتقل لمنزلة الذراع وهي هاي المنزلة ممتازة وجيدة لكل شيء وصالحة لكل شيء يعني برضو منزلة ايجابية طبعا القمر حكينا انه هو موجود في منزل في البرج الجوزاء ولما بكون موجود القمر في اي برج احنا بناخد من صفاته في هاي الفترة او بيأثر علينا بعض صفات هذا البرج في هاي الفترة بننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية ولكن بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم عنا مجموعة كبيرة من الزوايا فاول زاوية هي زاوية تثليث ايجابية راح تكون بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون في تمام ساعة خمسة وتسعة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتساعدنا في تنظيم شؤننا بشكل فاعل وبتخلق لدينا حس بالشعور بالمسئولية اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية بطيئة ولكنها ايجابية هي زاوية تثليث ايجابية راح تكون بين الزهرة وبين اورانوس وهاي راح تكون في تمام ساعة ستة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش عشان هيك بتتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة لدى البعض ومننظر للحياة بتفاول اكبر كما انه بتكون شعبيتنا في تصاعد اكثر اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديس ايجابية راح تكون بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون في تمام الساعة سبعة وثلاثين دقيقة صباحا بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا وبنطلق المساندة والدعم من الاصدقاء نتجه لتغليب العقل وبنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديس ايجابية راح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي راح تكون الساعة 12 و12 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتشم نشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي راح تكون في تمام الساعة 3 و24 دقيقة عصرا اكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية في هاي المرحلة او في هاي الزاوية بتخليهم يلجأوا للتنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب يعني بيتهربوا من الواقع لصرف لفلوس بالنسبة لخلو المسار القادم طبعا القمر بما انه موجود بالجوزة فخلو المسار القادم راح يكون يوم الاربعاء اربعة ثمانية بيبدأ في تمام الساعة 7 و37 دقيقة مساء وبيستمر حتى تمام الساعة 9 و16 دقيقة مساء لينتقل بعديها القمر لبرج السرطان بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال 25 يوم في تمام الساعة 10 و56 دقيقة مساء بيصبح 26 يوم نسبة الإضاءة 25% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الاسد حتى يوم 22 ثمانية اليوم مزاجها سعيد بنسبة 15% القمر في الجوزة حتى يوم 4 ثمانية سعيد بنسبة 15% المريخ في العذراء حتى يوم 15 تسعة منتحس بنسبة 15% المشتري في الدلو بيتراجح حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجح حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% اورانوس في الثور حتى يوم 20 ثمانية سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 11 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجذب يتراجح حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل اليوم بتنشطوا بأمور الها علاقة بالسفر والاتصالات اليوم عندكو نشاط عالي وعندكو سرعة بديهة عالية جدا وقدرة على الإقناع لا توصف عشان هيك اليوم تقدروا تفوضوا بثقة وجراءة وبتقدروا تحاولوا وتدافعوا عن مواقفكم وقضيتكم ولكن الحذر من التجنب بتكو تتجنبوا الكلام اللاذع لانه شوي بتكونوا حادين ببعض الكلمات او ممكن تنفهموا بطريق الخطأ ممكن ما ترتاح اليوم بسبب كثافة الأعمال حاول انك اليوم تصحى نشيط بكير وتبكر لعملك حاول انك ما تعرض برضو نفسك للإرهاق هو ما في أي مشكلة على موضوع الصحة ولكن من كثرة الأعمال ممكن شوي يعني تستنفى الطاقتك اليوم بتتميز بفعالية كبيرة ونشاط عالي وممكن اليوم تسمع جواب بيعجبك اهم اشي انك ما تبالغ بمصاريفك هاي اهم نقطة برج الثور طبعا بتركز اليوم كل تقريبا أغلب اليوم في التفكير في الأمور المالية في ضبط الميزانية في ترتيب بعض المصاريف بعض الديون بعض القروض بعض الأشياء اللي انتم تدخرينها بتكن تتجنبوا النفقات قدر الإمكان اليوم ممكن تهتم لوضاعك المالية أكثر من اللازم بتخد تجربة مهنية بتمتحن موقعك وخبرتك في منكو ممكن يحصل على هدية أو على دعم مالي أو ممكن قرض أو ديون إلو بيستردها خلال هذا اليوم بس التحذيرات انه ما تجازف بأموالك حاول انه يعني تركز على استقرار وضعك المالي ما توقع على الأمور أو على أوراق قبل ما تتأكد من انه الأوراق هاي سليمة حاول انك تتوضح كل الأمور قبل ما تصدر قرارات بخصوص وضعك المالي احذر من المنافقين والمحتالين بهاي الفترة ورتب وضعك بشكل جيد برج الجوزاء طبعا بما أن القمر الآن استقر عندكم وتقريبا ألقى بنوره على جميع موليد برج الجوزاء فاليوم بيكون عندكم نشاط عالي جدا وعندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير من الأعمال الموكلة لإلكم اليوم ممكن تظهر بعض المشاريع أو بعض القرارات أو الأشياء اللي كانت معطلة في الأيام الماضية فممكن تختلط عندك الواجبات يعني تشتغل بأكثر من شغله مع بعض وعندك قدرة على إتمامها حاول أنك تكون جدي وموضوعي في تنظيم أمورك يعني ما تستهين وما تستخف وما تهملها حدد أهدافك وأولوياتك اعرف إيش اللي أنت بدك يا بالضبط واتجه من خلاله باستطاعتك اليوم استعادة مواقعك أو موقعك وانجاز الكثير من الأعمال الموكلة لإلك أهم إشي إنك تقدم اليوم بجراءة كاملة برج السرطان القمر الآن موجود في بيت المتاعب عشان هيك بتشعروا أن طاقتكم ضعيف كثير اليوم فممكن بعضكم هيك ينال منه التعب أو تشعروا بأن طاقتكم ضعفة ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري يعني حاولوا تنجزوا الأعمال الضرورية فقط والعاجلة الأمور الروتينية انتبهوا أكثر لغذائكم راحتكم طبعا ممكن اليوم تشعروا أنه في نوع من أنواع الركود تتأخر بعض الأمور ما تمشي معك بمثل ما أنتم خطط لها ممكن أشخاص توعدك بشيء معين تخلف وعدها حاذر من التراجع الصحي والمعنوي رغم أنه ما في خطر على الأمور الصحية إلا أنه بدك تهتم فيها بشكل جيد حاول أنك تستريح بعيد عن الأضواء حاول أنك ما تختلق الأعذار عشان تتهرب من مسؤولياتك ومهامك يعني بمعنى آخر الأشياء الضرورية إنجزها ما تهم الأعمالك وفي نفس اللحظة انتبه من بعض الأشخاص اللي ممكن يحاولوا أنهم يستغيبوك أو يتآمروا عليك بالخفاء برج الأسد بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء اليوم ممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة مناسبة لقاء ممكن تتفاجأ باتصال أحد الأصدقاء لإلك أي فترة مناسبة لطلب الاستشارة أو ممكن تأييد أحدهم يأجدك بخطوة معينة أو يبارك لك عمل معين أهم شيء أنه اليوم تحاول قدر الإمكان أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تشارك في مختلف الورشات والنشاطات اليوم بتستعيد حماستك وحيويتك وبتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وممكن تشارك بشيء معين أو بمناسبة معينة ولكن بدي أحذرك من شيء واحد الأهم الفترة هاي أنك أنت تحاول تنجز كل الأعمال المطلوبة منك واللي بتكون ضرورية ما تأجلها لأنه أنت عارف يوم الأربعة القمر رح ينتقل للسرطان يعني بيت متعبك فعشان هيك تتعطل كثير من الأمور فحاول تستغل هدولة اليومين في إنجاز أعمالك بالكامل برج العذراء القمر الآن في بيت السمعة فعشان هيك بيت السمعة هذا العلاقة بسمعتك والعلاقة بعملك وعلاقتك بالمسؤولين بتكون تحافظوا على سمعتكم وتحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم أفضل ما لديك من الأعمال الموكلة لإلك ممكن تحقق إنجاز أو تحرز تقدم اليوم لأن القمر سعيد في مكانه فممكن برضو تسمع مديح أو إطراء أو تنجز أعمال ما كنت تتوقع أنك أنت عندك القدرة لإنجازها أهم إشي إنك ما تهدد سمعتك بالخطر لا تجازف لا تغامر لا تخال في القوانين ممكن تقلق بشأن لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة يعني يكون ملفت للانتباه يتطلب منك التدخل هاي الفترة إجمالا هي فترة مثمرة ومهمة جدا ورح تكون أسهل وأقل إرباك إذا أنت كنت جائز جاهز إلها واستمعت لنصيحتي واستغلتها برج الميزان اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بدو يستعد بشكل جيد هذا يوم جيد للاتصالات الخارجية أو الاتصالات مع أجانب أو الأمور القضائية والقانونية لامتحانات الجامعية الدراسة هاي فترة حافلة جدا بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج أو من جهة غريبة أو من خارج البلاد حاول إنها تسهل أمورك وتنجز أعمالك بشكل جيد ممكن تهتم بثقافة مختلفة وممكن تهتم بموضوع أو بلغة أو بعضكم ممكن يهتم لدراسة أمر معين أو الاطلاع عليه أهم شيء إنك تتشجع وتنطلق اليوم في منك راح اليوم ينضم لنادي أو لجمعية أو لمؤسسة أو حتى لجامعة أو لتخصص معين الفترة هاي مناسبة لكل هاي الأمور حتى الأوراق القانونية والمعاملات ممتازة جدا برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة اليوم الأموال المشتركة أي الأموال اللي أنت ما بتمتلكها لوحدك في معك شريك فيها هي اللي راح تطغى على صورتها على الساعة فعشان هيك اليوم ممكن تهتم بأمور إلها علاقة بالبنوك أو القروض أو ترتيب ديون معينة أو أموال الشريك أو ترتب ميزانية معينة في منك راح يطالب بأموال لإلو ممكن يستردها اليوم أهم إشي أنه ما تسمح لأي شخص بأنه يشكك فيك أو بقدراتك حاول برضو ما تكون جارح بالكلام حاول أنك تفاوض بهدوء ودبلوماسية كون حريص على حقوقك بشكل كامل اليوم تتحسن الأجواء وممكن تحسل على الفرصة المناسبة اللي من خلالها ممكن تبرر أخطائك الأجواء بلشت تتحسن ومن اليوم الأربعة راح تتحسن أكثر ولكن حاول أنك تركز على أمورك المالية بشكل جيد واسويها بشكل جيد برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة يعني القمر مقابلك تماما الآن إيجابيته أنه بعزز الشراكة المالية والعاطفية وعلاقة الأزواج في بعض أو المرتبطين في بعض ولكن المشكلة أنه طاقتك بتكون ضعيفة في هاي الفترة ما راح تكون اليوم كثير ضعيفة ولكن لها بعض السلبيات لازم تنتبه لها هاي فترة صعبة بتثقل خلال هالهموم والمسؤوليات أهم شيء أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ابعد عن السلبيات قدر الإمكان ما بينفعك اليوم لا التوتر ولا بينفعك الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وما تتسرع في اتخاذ القرارة إذا كان في مشكلة ما بينك وبين زوجتك أو شريكك اليوم تقدر توطد هاي العلاقة وتسعى بأمور المصالحة برج الجدي القمر الآن موجود في البيت السادس لإلك يعني بيت العمل وبيت الصحة فعشان هيك اليوم بدك تركز على هاي الأمور كل ما إلو علاقة بأمور العمل بدك تنتبه لها يعني عملك زملائك بالعمل رؤسائك بالعمل بدك تنتبه لهم دول وفي نفس اللحظة بدك تنتبه لصحتك واصلوا الأعمال اللي بدأتوا فيها من قبل حاولوا تنجزوها وتمموها انتبه لصحتك بشكل جيد حاذر من التراجع الصحي يعني ما في شيء بخوف ولكن إنه بدك تنتبه بشكل جيد تركز عليها اللي بشعر بأشياء غير اعتيادية راجع طبيبه وفي نفس اللحظة يعني إذا كنت من أصحاب الأمراض اللي بتكون مزمنة بدك تنتبه لأدويتك لا تسمح للواجبات بإنها تتزامن عندك أو تتراكم كون أكثر تنظيما أحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي وخذ قسط من الراحة من وقت لآخر اهدأ وكون عند حسن الظن برج الدلو طبعا القمر الآن موجود في البيت الخامس لا إلك له بيت الحظ بيت العاطفة بيت الترفيه بيت الأبناء هذا يعني يعتبر من المنازل الممتازة والمميزة بالنسبة لا إلك أو لأي برج لما بيكون القمر في البيت الخامس هو البيت المميز لا إله فاليوم ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ممكن تكثر عندكم التنقلات والزيارات والاتصالات يعني ورح تتحسن الأجواء بشكل نسبي بتصبح الأجواء أكثر سهولة وممكن تظهر لك اليوم أو تظهر لك بعض اللقاءات الطارئة اللي بتكون مع الأبناء أو مع الإخوة أو اتصالات أهم شيء أنك تقدم المساعدة والدعم اللازم لأي شخص اليوم بيطلب منك هذا الأمر هاي فترة ناجحة ومطمئنة ولكن بدك تنتبه من شغلي دير بالك من إساءة التصرف أو الكلمات الناقضة اللاذعة للأحبة لأنه ممكن هاي النقطة اللي تشكل لك بعض الخلافات برج الحوت القمر الآن بشكل زاوية تربيع مع برجك هو مكان صعب شوي ولكنه مش سيء بتركزوا اليوم على أمور إلها علاقة بالبيت بالعائلة بترتب أمور إلها علاقة بالمشتريات تصليحات أعطال منزلية هاي أكثر الأشياء اللي ممكن تغلب على هذا النهار فبتنهمكوا بأمور إلها صلاة بالبيت والعائلة أهم شيء إنك ما تتهرب من المسؤوليات حتى ولو كثرت نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير حاول إنك ما تبخل على العائلة بالعطف والنصائح هاي الفترة مناسبة لأمور إلها علاقة بالارتباط ممكن تشعر بس بشوية انزعاج أو قلق حول مسألة شخصية فعشان هيك حاول إنك تفصل ما بين شؤونك العائلية وإدارتك العائلية أو الأمور المنزلية والعائلية وما بين الأمور الشخصية والمسائل الشخصية فما تخلي الأمور تتضارب مع بعض أو تتداخل على بعض ركز عشان الأمور تمضي على خير هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء